لكن القصة الآن وبالتسريبات التي نسمعها هل حركة البشار قسم منهم قد سحبوا تواقعهم لأن جاءتهم تهديدات من قيادات في دولة القانون وما حقيقة وجود خلاف عائلي بين السيد المالكي والسيد ياسر اسخيل نتج عنه هذا ما أريد أن أقول هذا موضوع مضحك هذا موضوع بعيد عن الواقع كثير إشاعات دائما تنطلق عندما هناك محاولة لإضعاف السيد المالكي أو إضعاف دولة القانون هذه الإشاعات نسمعها من زمن طويل قد يكون هناك اختلاف في وجهة النظر ألا مرات أختلف مع السيد المالكي في وجهة النظر هذا ما يعني أنه ضد السيد المالكي أو ضد توجهة دولة القانون هذا شيء طبيعي جدا نختلف في وجهة النظر أما موضوع التهديد فما يكون هناك أي تهديد أكيدا هناك تسجيل للسيد المالكي أرسل لهم رسالة صوتية تحدث فيها عن التزامهم في ضمن دولة القانون وطلب منهم أن لا يحضروا هذا الاجتماع الذي سيكون لغرض اختيار أو محاولة مهاجمة السيد المحافظ وذكر لهم بوضوح أن موضوع المحافظ والمحافظين هذه قضية مركزية يعني المحافظ يتم اختياره بناء على الأوزان الانتخابية بناء على الوضع العام وليس اعتباطا أن يختار هذا المحافظ عن ذاك فلهذا يعني السيد المالكي كان واضح في رسالته الصوتية ولا يوجد الخلافة الذي نسمع عنه في بعض الجهات الإعلامية أن هناك خلافة عائليا طبعا يعني أحد الإخوة في بدر كان واضح جدا قال الذي يخرج عن السيد المالكي ينتحر سياسيا وهذا فعلا هذا البارحة ماكو شخص يعني البارحة شهوية يعني عندك العبادي مثال عندك الكثير من الشخصيات التي اعتقدت أنها تستطيع أن تحل محل السيد المالكي وكان ثمنها أنها فقدت حضورها السياسي بشكل عام يعني هؤلاء اقتربوا من الانتحار عندما وقعوا ولديهم أسبابهم في إقالة المحافظ للإنتيان ببديلة بناء على هذه المقولة التي ستصبح أشبه بالقاعدة أستاذ سيد سعد المطالبي يعني كان خطأ كبير من هؤلاء الأخوة اللي قدموا أو وقعوا على هذه القائمة كان خطأ وسذاجة سياسية الظاهر تجربتهم في العمل السياسي تجربة محدودة جدا ولا يعلم ما هي السياسة وما هو الانتماء للكتل السياسية عندما تنتمي لكتلة سياسية وتصل إلى منصب معين أو موقع معين بسبب انتمائك لهذه الكتلة ليس من الأخلاق أن تنسح من هذه الكتلة عندما تتغير وجهات النظر أو عندما تختلف على المصالح الخاصة أنا شكراك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة